السلام عليكم ومرحبا بكم بدون مقدمات اليوم ان شاء الله سأشارككم طريقة انعاش واعادة احياء التربة المستعملة بمكون واحد فقط وهو مكون متوفر في كل بيت نستهلكه تقريبا كل يوم فهنا سوف نقوم باعادة تدويره او استعماله وهو مكون جد منعش ومفيد للتربة وهذا المكون هو البن اي مخلفات او ما يتبقى لنا من القهوة يعني بعدما نعصر القهوة او نطبخها ذلك التفل او البن الذي يبقى فهو ما سنعيد استخدامه فنجمعه في اناء او وعاء يجب ان يكون وعاء مفتوح لا يغلق ونضعه في مكان يصله الهواء لكي يجف بسرعة وكي لا يتعفن يجب ان لا نغلق الاناء نهائيا وكما تلاحظون ان الكمية السابقة فقد جفت تماما والان سوف نريكم كيف يمكن استعمال هذا الخليط لانعاش التربة واحيائها واعادة استعمالها من جديد يعني تكون كاملة متكاملة بكل عناصرها الغذائية فعوض ان تشتروا تربة جديدة يمكنكم اعادة استعمالها وانعاشها بهذه الطريقة هنا كما تلاحظون لدينا الصيص قمنا بتفريغ التربة التي بداخلها وكذلك النبات الذي قد مات سوف نزيله وهنا سوف نزيل كل الشوائب والجذور المتباقية او العالقة في التربة نزيلها والعيدان واي شوائب بعد تنظيف التربة جيدا نضيف القهوة بعدما جفت تماما يمكن وضعها تحت اشعة الشمس كي تجفة بسرعة او اي مكان يصله الهواء نضيف كذلك مخلفات الحيوانات اذا كانت متوفرة وان لم تتوفر نكتفي فقط بالقهوة وهنا سنمزج الكل جيدا وان كانت هناك اي احجار او عيدان او اي شوائب او جذور فنزيلها بطبيعة الحال كنحصل على تربة كأنها جديدة ويمكننا استعمال هذه التربة والزراعة فيها مباشرة بالنسبة لمخلفات الحيوانات فهي ما يسمى بسماد البتموس وهو سماد عضوي وفعال جدا يسخن التربة ويساعد النبات على النمو بسرعة ويمكن استعمال مخلفات الابقار او الماعز او مخلفات الحيوانات بصفة عامة ولكن الابقار والماعز والحمير اعزكم الله فمخلفتها اكتر فعالية وبهذه الطريقة اعزاء المتابعين قد حصلنا على تربة كاملة متكاملة تتوفر على كل العناصر الغذائية التي تحتاجها لكي نعيد استعمالها ونزرع فيها اي نبات ويمكن اعتماد هذه الطريقة وتكرارها كل مرة وصلنا الى نهاية الفيديو اعزاء المتابعين اشكركم على طيب المتابعة وعلى وفائكم الدائم للقناة وإلى اللقاء